بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتنا يا رب بقولها وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار أهلها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعذلك من سختك والنار قد نعنا بما رزقتنا وزدنا علما أما بعد من كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين باب القناعة والقناعة أول الرضا يعني تبدأ بالقناعة أول خطوة في الرضا هي القناعة بعدها تدخل في مقام الرضا ومقام الرضا مقام طويل قد يستغرق عمرك كله وقد ترتقي منه إلى مقام التسليم فإذا ارتقيت إلى مقام التسليم قد يستغرق باقي عمرك وقد ترتقي منه إلى مقام المحبة فالإنسان أصل الرضا القناعة أصلها الرضا بالمقسوم ده عند العوام إنك ترضى بما قسمه الله لك ولا تتطلع إلى ما لم يقسمه لك يبقى دي أول القناعة ده عند العوام عند الخواص الاكتفاء بما بما يحتاجه الإنسان من المقسوم الاكتفاء بما يحتاجه الإنسان مما قسمه الله وما زاد عن ذلك يتصدق به قد يقسم الله لك من الأرزاق ما يزيد عن حاجتك فإن اكتفيت بذلك وخرجت منه الزكاة وبعض الصدقات واحتفظت بالباقي فأنت في أول مقام من القناعة وهو مقام العوام ولكن هناك مقام للخواص أن يأخذ مما قسمه الله بقدر حاجتي وما زاد يخرجه لا يحتفظ به ولا يقتنيه فلا تجب عليه الزكاة أصلا لأنه أولا بأول يخرج ما زاد عن حاجته مما قسمه الله له أصلا ثم بعد ذلك هناك مقام في القناعة لخواص الخواص الاستغناء بالطاعة والذكر عن المقسوم نفسه فيصبح غذائه هو غذاء روحه أكثر من غذاء بدنه وهذا مقام خواص الخواص مقام الأنبياء والمرسلين ومن على قدمهم من الصديقين الاستغناء بالمذكور عن الزكر وبالله عن الطاعة نفسه يعني يكونوا في الطاعة غير مستغرقا فيها بل مستغرقا في من أطاعه لما ستنا رابعة قالت لقد عبدتم العبادة مش عبدتم المعبود عبدتم العبادة لأن أحيانا الإنسان يستغرق في العبادة حتى أن يكون كل همه العبادة مش المعبود يبقى القناعة دي درجات أيضا وكل درجة من هذه الدرجات تسلمك إلى مقام رضا بطريقة متفاوتة فرضا العوام حتى لو تدرج إلى مقام الرضا غير رضا الخواص غير رضا خواص الخواص غير رضا الصدقين والأنبياء والمرسلين ثم بعد ذلك الأنبياء والمرسلون أيضا يتفاوتون في هذه المقامات بتفاوت مقامهم في النبوة والرسالة فليس رضا سائر الأنبياء كرضا مثلا الرسل وليس رضا الرسل كسائر كالخمسة أولي العزم وليس رضا أولي العزم كرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى المقامات حال النبي وأعلى المقامات أعلى من كل مقام صلى الله عليه وآله وسلم القناعة ثمرتها في الدنيا طالما تقنع بما قسمه الله لك ثمرتها في الدنيا عدم المطالبة بالحقوق مش هيبقى في حقوق كثيرة بينك وبين الناس اللي جالك انت رديد به انما اللي بيبقى عنده طمع تلاقي ارتباطاته واسعة بين الناس يتعامل مع هذا ويأخذ مال هذا عشان ينميه ويأخذ ماله فينميه ويعمل مشاريع ومصانع ويبقى لي ارتباطات مع البنوك ومع الناس ومع الجهات مختلفة فيبقى ايه الحقوق كثيرة لكن القانع ما فيش حقوق يبقى السلامة من المطالبة بالحقوق وفي الاخرة السلامة من طول الحساب يبقى ثمرتها في الدنيا السلامة وفي الاخرة السلامة في الدنيا السلامة من الحقوق وفي الاخرة السلامة من طول الحساب لانه كلما ازددت الحقوق زاد الحساب قانعا وقانعا فرقوا العلماء اللغة بينهما قانعا يعني سألا وقانعا يعني راضيا قانعا بمعنى سألا وزنا ومعنا بالفتح كده ومنها القانع والمعتر في الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر يعني السائل القانع هو السائل والمعتر القانع هو السائل تصريحا والمعتر السائل تلويحا يعني حاله كده يدل على انه فقير عايز ده المعتر لكن القانع هو السائل باللسان بالمقال فقانعا بمعنى سألا وقانعا بمعنى راضيا يعني استسلم وراضيا وقال العبد حر إن قانع العبد حر إن قانع والحر عبد إن طامع ما تقول شيء بقى قانع العبد حر إن قانع والحر عبد إن طامع فقنع ولا تقنع مما فما شيء أضر من الطمع فقنع ولا تقنع فقنع يعني ارضى ولا تقنع يعني ولا تسأل فما شيء أضر من الطمع وبعد علماء اللغة قاله هي بمعنى واحد القانع قانعا وقانعا بمعنى واحد لإن سأل أي رضي بما سأل ففيها بعض بعض الرضا يعني لو قلنا قانعا بمعنى سأل فيرضى بما إذا أخذ ما سأله فنهاية الكل هي الرضا ولكن الأول يرضى بما قسمه الله له والسائل يرضى بما أعطاه الناس ففرق كبير بين ممن يرضى مما أعطاه الله والثاني يرضى بما أعطاه الناس واحد أمله في الله والثاني أمله في الخلق باب القانع قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والحياة الطيبة يعني القانع بالرضى والقانع لو عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن أي بقدر الله وقضاء الله وقسمة الله فلنحيينه حياة طيبة برضاه بالمقسوم وبقناعته بما أقامه الله فيه فيعيش مستريح أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو عمر محمد بن جعفر بن مطر قال حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفار عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القناعة كنز لا يفنى ذكره الإمام المنزيري في الترغيب والترهيب والإمام السيوت في الضر المنصور وغيره وإن كان إسناده فيه نوع ضعف إلا أنه تلقته الأمة بالقبول القناعة كنز لا يفنى لأن القناعة هي الاستغناء بالله فإذا استغنى الإنسان بالله وبما قسمه الله له فيكون عنده كنز بالفعل مهما أنفق منه لا يفنى لأن الله سبحانه وتعالى باقي لا يفنى الذهب يذهب والفضة انفض ويبقى الحي الذي لا يموت أخبرنا أبو الحسن الأهوازي قال حدثنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا عبد الله بن أيوب المقري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قانعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمة وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب كن ورعا الورع هو أول درجة في الزهد كما أن القناع أول درجة في الرضا فالورع أول درجة في الزهد هناك الفقه الفقيه وهناك الورع وهناك الزاهد ثلاث أحوال للعبد مع الله الفقيه يتعامل فيما تحقق حله هذا الفقيه الدين يعرف الحلال من الحرام ويتعامل فيما تحقق حله ويبتعد عن أشياء عن الأشياء التي تكون محرمة يتجنب ما تحقق حرمته ويتعامل فيما تحقق حله وأحيانا يتناول الأمور المختلف فيها في الحل والكراها فيتناول المكره أحيانا هذا هو الفقيه أما الورع فيتجنب الأمور المشتبهة بين الكراهة والتحريم فلا يتناولها أصلا هذا هو الورع أما الزاهد فلا يتعامل إلا بقدر الحاجة من المباح بقدر حاجته من المباح ولا يتناول من المكروه شيئا ولا يأخذ من المباح أكثر من حاجته ده الزاهد كن ورعا تكن أعبد الناس لا شك لأن الورع اتقى المشتبهات الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فالفقيه تجنب الحرام وتعامل مع الحلال ووقع في المشتبهات أحيانا أما الورع ترك المشتبهات والزاهد لا يتعامل إلا مع الحلال فقط فقط ولا يتعامل مع الحلال فيأخذ منه فيشبع بل يأخذ بقدر حاجته فقط وما زاد يتركه كن ورعا تكن أعبد الناس فالعبادة مش كسرة صلاة ولا صيام ولا حفظ قرآن ولا بسبسة باللسان بقدر ما هي تعامل وسلوك في الحياة ونظرا للحياة هل قلبك يتطلع بما ليس في يدك يتطلع قلبك بما في يد الناس وأنت تصلي في اليوم مئة الركعات لا تكن عابدا غيرك يصلي لا يصلي إلا الفرائد وقلبه لا يتطلع بما في يد الناس هو أعبد منك هو أكثر منك عبادة وأنت تصلي مئة الركعات وقلبك متطلع لما في يد الناس فالعبادة الحقيقية هي فطم النفس عما سوى الله عز وجل فطم النفس تفطمها تماما والورع هكذا لا تحدثه نفسه بالأمور المشتبهة مخافة أن يقع فيما حرم الله كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قانعا قانع تكن أشكر الناس لأن الإنسان لو لم يرضى بما قسمه الله له لا يقول الحمد لله بقلبه بل يقولها بلسانه إن لم يرضى بما قسمه الله له حتى لو أتاه بعض المال طالما يستقل هذا المال حتى لو قال الحمد لله بلسانه فقلبه لا يقول الحمد لله لأنه يريد أكثر فطالما يريد أكثر يبقى لا يكون شاكرا والعبد الشكور هو الذي لا يجد لا يستشعر في الأكوان أن هناك منعما غيره تستشعر أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك دون الخلائق ووسع عليك دون الخلائق حتى ولو لم يكن معك مال فأنت تقول الحمد لله لأنك ترى العطاء في عين المنع فتحمد الله على المنع كما تحمده على العطاء كن قانعا تكن أشكر الناس لأن الشكر ليس باللسان فقط بل الشكر الحقيقي هو شكر القلب تقول لبعض الناس أنا ممنون منك ممنون يعني تستشعر أنه غرأك غرقت في أفضاله فتعجز أن تشكره فتقول أنا ممنون فإذا استشعرت ذلك مع ربك بقلبك حتى ولو لم تنتق بلسانك فأنت من أشكر الناس لكن كيف تقول الحمد لله وأنت غير قانع بما أقامك الله فيه من رزق ووظيفة وزمن حتى الزمن الذي أقامك الله فيه تندم أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلقتني في هذا الزمن الذي يمتلئ بالفتن لماذا لم تخلقني يا ربي أيام الرسول وكنت مع الصحابة ولماذا 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 خلقتني في مصر وكنت أريد أن أكون بجوار الكعبة أو أكون بجوار النبينا في المدينة ولماذا خلقتني من هذه الأسرة ومن هذه البلدة ولماذا أدخلتني هذه الكلية ولماذا وظفتني هذه الوظيفة ولماذا رزقتني هذه الزوجة ولماذا أعطيتني هؤلاء الأبناء طب انت راضي بإيه بقى راضي بإيه ولماذا أعطيتني هذا البيت الذي أسكن فيه في هذا العنوان الكئيد في هذه الطريقة الصعبة وبعدين طول النهار عندك ورد يقولي الحمد لله ألف مرة لكن شوف قلبك ما بيقولهاش ولا مرة فما ينفعش ما ينفعش الحكاية لازم تعرف ان الله سبحانه وتعالى أقامك في أحسن الاختيارات لك يعني الله سبحانه وتعالى استعرض جميع أحوالك في جميع الأزمنة وفي جميع الدهور وفي جميع الظروف واختار لك أفضل شيء لك ولو طلعت أنت وأطلعك الله على كل الاختيارات لاخترت ما أقامك فيه ولا تتمنى إلا ما أقامك فيه لو أطلعك على الحكم معلشة كده لا تتمنى إلا ما أقامك الله فيه هو ده دواك وداءك يعني الذي أنت فيه دوائك وداءك فأعرف ذلك فإذا عرفت ذلك استسلمت وسلمت أمرك الله وكون قانعا تكون أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنة ودي بقى مقام عالي عالي وصعب لما تطبقوا في الحياة صعب جدا سهل تحفظه كل الناس حفظ الكلام حتى الأطفال حفظين لكن قليل من الناس اللي ينفزه فعلا في سلوكه في حياته ولذا إذا تحققت بهذا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك دي درجة ولاية تبقى ولي تبقى ولي بالفعل تحب لأخيك ما تحب لنفسك تبقى من الأولية فالولاية ما تفتكرش إنها سهلة لأن الحقيقة دي لما تبقى في قلبك صعب تتحقق بها في الظروف المختلفة مع من منعك ومن ظلمك ومن قطعك ومن حرمك تحب لي ما تحب لنفسك ومنعك وقطعك وظلمك وحرمك من أصعب ما يمكن لا يستطيعها إلا من ماتت نفسه أي من ماتت نفسه الطالبة بحقها من الناس الطالبة للانتقام الطالبة للظهور الطالبة للغلبة وللقهر فإذا ماتت هذه النفس لا تجد لها مطلب خلاص تبقى تحب لأخيك ما تحب لنفسك تبقى سهلة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنة وأحسن مجاورة من جاورك تكون مسلمة لا شك أن المؤمن أرقى من المسلم والمسلم طبعا حاجة عالي قوي لكن المؤمن أعلى إنك تحسن لنفسك إنك تحسن للناس المجاورين لك تبقى مسلم لأنهم سالموا من لسانك وادك بإحسانك وأقل الإحسان أن يسلموا من لسانك وادك ده أقل إحسان ممكن لا يشترط أنك تعطيهم مال أو تعاونهم على الأقل يسلموا من لسانك وادك الأقل فإذا سلموا من لسانك وادك تبقى مسلم إذا أحببت في قلبك لهم ما تحب لنفسك بقيت مؤمن التقيت إذا بدأت تحسن إليهم وتؤثرهم على نفسك بقيت محسن ودي أعلى يبقى مش تحب ليهم ما تحب لنفسك ده أنت تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك ده محسن زي الأب مع ابنه والأم مع ابنها الأم مع ابنها تحب له إيه تحب له أكثر ما تحب لنفسك لو هي جائعة وهو جائعة حتى لو لم يكن جائع ابنها ولكن يشتهي هذا الطعام وهي جائعة تعطيه وهو ليس بجائعة لمجرد أن يشتهيه فقط يعني تحب له أكثر مما تحب لنفسه فهي مع أبنائها محسنة فإذا كنت أنت مع الناس كالأم مع أبنائها صرت محسنا ودي أرقى درجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأكل من الجنة وهو بين الناس الحواريون أكلوا المائدة من الجنة وهم أدنى حالا كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرغم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه حتى لا يشبع وغيره من المسلمين جائع صلى الله عليه وسلم فكان يحب للناس أكثر مما يحب لنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حدباني الحكاية دي حيفتح الجنة ويدخل الناس وهو برة لحد ما كل أمته تدخل وبعدين يدخل بعدها صلى الله عليه وسلم شوف أنت لما بتبقى بتركب الأوتوبيس ولا بتركب المواصلات ولا حاجة ومعاك أولادك بتعمل ايه تطمئن الأول وتركبهم كله وبعدين تروح أنت ناطة والأوتوبيس بتحرم يعني تبقى أنت آخر واحد عشان تطمئن الأول على الكل فشوفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أن ربنا رفع مقامه لأجل هذا لأجل إحسانه للناس فهو أكثر الناس إحسانا للناس صلى الله عليه وسلم حتى في مقام الشفاعة يشفع ويقف مع الناس حتى ينتهي سأله أحد الصحابة أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة قال عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط أو على باب الجنة لا أخطئ هذه المواد يعني مشغول بيطمئن على أمته في كل مراحلة وقت الحساب حتلاقي رسول الله جنبك وقت تجاوزك للصراط تلاقيه جنبك بياخد بإيدك وصلت عند باب الجنة يدخلك ويقولك مقامك دي صلى الله عليه وسلم طب وبعدين مش هيدخل بقى معاك طب هيطلع يجيب الباقي يخرج يجيب لسه الباقي يبقى شوف الإحسان ده إحسان الأب لولديه بل أشد يمكن الأب حيدخل الجنة ويستنى أولاده يقول وهو قاعد جوة الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فهمت معنا بقى ازاي تحب لأخيك ما تحب لنفسك وبعدين ازاي بعد كده تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك دي مقامات تانية أعلى انت بس توصل لمرحلة أحسن إلى من جاورك بس عشان تبقى مسلم وبعد كده فكر بازاي تبقى مؤمن يعني ابتدى الأول تبقى مسلم المسلم إيه هو يا رسول الله ما نسلم المسلمون من لسانه وانت مؤذي حيثما حللت قاعد تأذي الناس مش انت عند اللي حاضر الشخصية الوهمية اللي احنا بنفترضها موجودة بيننا مش شرطي انت يعني الكلام موجه لك وبعدين اللي على راسه بضحى اهو بيحسس عليه حيثما حللت انت مؤذي فازاي تقول انا مسلم المسلم اول حاجة انه حيثما حل يسلم ويسلم منه الناس حيثما حل يسلم ويسلم منه الناس لكن انت حيثما حللت لسانك شغال تأذي الناس بلسانك وتأذي الناس بنظرتك واذا تكلمت تأذي الناس حتى بتعليقك تقول تعليق يوجع اللي قدامك حتى الكلمة اللي بتعلق بها على الموضوع اللي بيعرض عليك كلمة توجع اللي قدامك يوم ينسى موضوعه ومشكلته ويفتكر كلمتك انت السخيفة اللي هي جرحته اللي هي تعابته وفي الاخر بعد ما جرحته مسك السبح وشغال سيبني بقول وردي وردي ايه ده انت لما تدخل السرور على قلبه احسن من ميت وردي لو تفهم فابتدي الاول كن مسلم وبعد كده عود نفسك ازاي هيبقى مؤمن وبعد كده حاول تبقى محسن واقل الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب تميت الخشوع في القلب تميت الاتعاز تميت التفكر تمال الانسان المنبسط زائد عن اللزوم ده تلاقيه بعيد عن العزة وبعيد عن الاتعاز المنبسط زائد عن اللزوم فالانبساط الزائد يعني له مشاكل كبيرة والصالحين كانوا يعني يخافوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الناس منبسطا علشان يعني يؤلف من قلبه وكان دائم الاحزان بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم لكمال التعازه بربه وخشيته صلى الله عليه وسلم شكرا لما وصفوه قالوا كان دائم البشر وفي وصف تاني متواصل الاحزان فاللي وصفه دائم البشر وصفه حاله مع الناس لو كنت فضا غليز القلب لن فضوا من حولك فكان دائم البشر كان ليخفي بشره عن احد صلى الله عليه وسلم وأقل معروف أن تلقى أخاك بواجه انطلق أقل المعروف إن كنت تلقى بس مش بواجه عابس بواجه طلق ده معروف أحسن ما تقعد تقرأ قرآن وانت قاعد عابس كل واحد يجي لك يا ساتر يقول إيه ده المصريين يقولوا يقطع الخميرة من البيت مش كده وشه يقطع الخميرة من يعني الخير ده مثل مصري الجماعة غير المصريين يمكن ما يدركوش هذا المعنى ويمكن عندهم في بلدهم أمثلة توافق يا زبرد إن الإنسان العابس ده مجرد الإنسان ينظر له كده يجد إن الخير كله انقطع لوجود عبوسه لأن العبوس دليل عدم الرضا وأقل الضحك وأقل الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب وقيل الفقراء أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة الفقير في الدنيا اللي هو بقلة العرد اللي ما عندهش عرد كتير لا عنده مال كتير ولا عنده صحة كتير ولا عنده سعة في داره ولا سعة في حياته وغير راضي وغير راضي وغير راضي يبقى ميت لأنه مسكين لا طال دنيا ولا آخر لا استريح في دنياته ولا استريح في آخره يبقى الفقراء أموات الفقراء اضطرارا مضطرين لضيق رزقهم وهم غير راضين كالميت إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة لو قناع بقى بما هو فيه ربنا يحوله إلى حي فرق كبير بين الحي والميت يحيى حياة طيبة يتحول فقره إلى عز ويتحول فقره إلى غنى بالله الإمام الشفعي بيقول الغنى عن الشيء لا به الغنى عن الشيء لا به لا بالشيء لأنك إذا استغنيت بالشيء افتقرت للشيء فتكون فقيرا وأنت نفسك إذا أعطيت إنسان أي عطاء ثم أبى أن يأخذه تقول استغنى تقول عرضت عليه فاستغنى استغنى أي فيه غنى أي طلب الغنى ولكن إذا مد يده وأخذه فقد افتقر له وإذا افتقر للشيء يكون يكون فقير وإذا استغنى عن الشيء يكون غني شوف الإمام الشفعي بقى بحكمتي يقول لك الغنى عن الشيء لا بالشيء الغنى عن الشيء لا به حكمة حكمة عالية الرسول صلى الله عليه وسلم في أول البعثة عرض عليه أن يجمع له المال ويكون أغنى العرب من أولها عملي استغنى أبا عرض عليه يأخذ الرياسة عايز الزعامة حندي هالك استغنى عرض عليه من الخلق أن يعطوه فيكون أغناهم أبا أن يأخذ من يد الخلق قال وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته فإن الضرورة لا تعد على العصم فالفقراء أموات ميت لأنه منهك منهك في تطلعاته إلى ما ليس في يده بعدم رضا بسخطه وضجره كالميت معذب معذب في قبره وقبره هنا هو نفسه كأن نفسه دفنت جوء داخل طلباته وحرصه وعدم رضا فصار كالميت المعذب في قبره فإذا خرج من هذا بالرضا واليقين خرج إلى الحياة الواسعة اتسعت أمامه الحياة والتسعت أمامه نفسه الفقراء أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة وقال بشر الحافي القناعة ملك أو ملك تنفع الاثنين لا يسكن إلا في قلب مؤمن يعني القناعة ثمرت الإيمان والإيمان ثمرت الإسلام الإسلام الناس تسلم منك حيث هو ما حلال ده مسل تحب لأخيك ما تحب لنفسك بقيت مؤمن بقيت بالمنظر ده على طول ارتقيت إلى إلى ثمرة القناعة اللي هي بداية الرضا اللي هي بينها وبين مقام الإحسان لسه جبال ووهاد ومسافات طويلة وأنت مطالب أن تحقق المقامات الثلاثة مقام الإسلامي والإيماني والإحسان بشر الحافي يعني مش لقى يلبس حاجة في رجله هو اللي بيعيزك وإنت عندك بدل الجزمة اتنين وشباشب شبشب للوضوء وشبشب تمشي بيت قابل الناس وشبشب تصلي فيه للجامع القريب وشبشب تلبسه للجامع البعيد وإنت مش حافي ولا حاجة لكن بشر الحافي بيعلمك القناعة وإنت يا منتعل أكثر من نعل مش عارف توصل للوصل وبشر الحافي فعرفت بقى أنه الحافي ده أحسن منك ألف مرة إزاي لأن المسألة مش مسألة يعني زينة في الظاهر بقدر ما هي زينة في القلب هم سموه بشر الحافي ليه كان عنده نعل واحد كل ما يتقطع جاره راجل بيصلح النعل وهو راجل فقير ما بيطلبش الدنيا فكل ما يروح له يخيطه له وعرف أنه مش هيديله أجر يوم يركنه جنبه ساعة واثنين فمرة بيقول له يا أخي استنى يعني وإحنا بناخد منك حاجة فرح قلع الفردة التانية قال والله ما ألبس نعل تاني بعد ما زلتني وشتهرة بالحافي بعد كده ما ألبست نعل تاني خلص مش هيحافي على طول وراء إحنا أيوة سماته محمد بن الحسين يقول سماته عبد الله بن محمد الشعران يقول سماته إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماط يقول سماته أحمد بن أبي الحوارى يقول سماته أب سليمان الداراني يقول دي سلسلة أولية ولي بيخبر عن ولي سلسلة كده نورانية كلهم أولياء كبار يقول القناعة من الربا بمنزلة الورع من الزهد هذا أول الرضا اللي هي القناعة وهذا اللي هو الورع أول الزهد وقيل القناعة السكون عند عدم المألوفات دي علامتها بقى هو بيعرفها هنا بعلامتها مش بيها يعني انت عايز تعرف انت قانع ولا لا دي علامة عرفها بدل ما تروح عند الدكتور يعمل لك تحليل ويعمل لك رسم قلب ويصور لك أشعة مقطعية فيقول لك انت عندك قناعة ولا لا مفيش مفيش لا مكنة ولا تحليل يبين القناعة اللي في القلب قبل لكن فيه تحليل يبين أثر الحصرة اللي في القلب يقول لك ضغطك عالي وانت ما لجلك تصلب في الشريم بسرعة كده ليه انت ليه حارق دمك كده ليه تبقى بقى في التحليل الحاجات اللي هي أثار عدم الرضا وأثار الحرص على الدنيا تليها على طول تلاقي الناس كلها الوقت في سن صغير تروح معا للقلب الشباب عندهم 25 سنة بسبب عدم الرضا ومش عارف يشق طريقه في الحياة وعايز يبقى غني وبس مسكين مش عارف يبقى غني وعايز يتجوز ومسكين مش لاقي يتجوز وعايز يسكن ومسكين مش لاقي شقة فمش راضي عما أقامه الله فيه يوم يبتدي قلبه يهري 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 ينقلوه فمعه للقلب عنده زبحة وهو عنده 25 سنة لحق ما هو مسكين استهلك قلبه خلاص فدي علامة عدم الرضا عدم السكون لكن اللي عنده قناعة تجد عند الشدائد قلبه ساكن يعني ما يجي لك حاجة فيها شدة كل النفوس المعتادة تقباها انت بقى تتلقاها كده بنفس ساكن راضية تبقى انت قانع لكن لما تتلقاها بنفس غير راضية وتقعد بقى تعافر في نفسك وتتخانق مع نفسك شهر واثنين لحد ما في الآخر تلاقي نفسك مضطرة ترضى تستسلم في الآخر بس بعد ما كنت ايه بترفض عارف حركة الزبيح قريت انت باب الزبائح في الفقه يقول لك حركة الزبيح اللي هي حركة لا إرادية كده يعملها الزبيح بعد ما تنحره بتشوفها كلنا بتشوفها في الخروف في العيد في الأضحية يرفض كده بطريقة لا إرادية لحد في الآخر ما يستسلم للزبح وفي الآخر الناس تاكلوا ثم كان ملقاوة قدام الناس هتاكلك هتاكلك بتستسلم بقى ملقاوة لازم تحرك وتلغمط لنا الدنيا يعني وترشلنا الدنيا دم أو الناس بتعمل كده ساعات مع الأحوال الدنيا يأتي سكين القدر سكينة القدر تسبح رغباتك تبتدي نفسك ترفض زي الخروف ده والطرتش بقى على اللي حواليك ويصوت ويشق اخدومه ويعمل زي حركة الزبيح وفي الآخر يغموا عليه وبعدين يستسلم وبعدين ينفوقوه وبعدين يدولو مهدئات وبعدين بعد شهر يمشي عادي بعننا طبوا ليه الأولين ما كان من الأول الأول كده تسكن تسكن لسكين القدر لقناعتك بأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب لك إلا الخير فإذا سكنت لسكين القدر اللي هو عدم المألوفات شوف سيدنا إسماعيل قال إيه ستجدني إن شاء الله صبر ويقول للأبي إذا أردت أن تسبحني فسبحني من جهة قفاي حتى لا تنظر إلى وجهي فيأخذك الشفق يعني حتى هو بينسح أبوه إزاي يسبحه شوف قد إيه كمال الرضا شوف كمال الرضا واليقين لكن ما ما قالوش كده سيدنا إبراهيم فرح جاري منه فسيدنا إبراهيم بعت وراء خمسة ستة يقبضوا عليه وكانت فوق عشان يتباحه ما حصلش ما ولو جاري كان هيقبض عليه ببط كان حينفز كلام ربه ببط بس كان ساعتها حيرفص بحركة الزبيح لحد ما يستسلم لقدر الله فهل أنت بقى بتسكن للأقدار ولا زي خروف العيد مع الأقدار فشوف الإنسان كده مع الأقدار بيبقى زي خروف العيد بيرفص يبقى ده ما عندوش قناعة أصلا ويبقى ربنا بعت له هذا القدر علشان يعرف في نفسه أنه لسه خروف لسه خروف فأنت عايز تبقى خروف ولا إنسان هي دي المسألة هدي كلام الشيخ بيقول لك السكون عند عدم المألوفات يعني عند عدم المألوف المألوف أن الناس الفها تحب المال الكثير تحب العافية تحب أنها تحقق رغبتها كل ده المألوف لما يفقد هذا المألوف يعمل إيه يتحرك حركة الزبيح يرفص والناس كلها تتلمي الجيران كلها تاخده بالحضر معلش والطبطب عليه إيه ده لكنه مش مستحمل زي الخروف بالزبط اللي قاعد يترتش ويقول كلام يترتش على الناس عدم رضا ليه يا رب عملت كده ليه قاعد يعوس الناس بالدم بالدم بتاعه بس في صورة ألفاظ نفس تصرفات الزبيح المسكين اللي بيدبع يبقى ربنا عمل لك الخروف بيرفص علشان يقول لك لنفسك ما ترفصيش كده لما يأتي سكين القدر لأن الخروف ده زوبيحة بسكين بسكين الحل ربنا خلقه عشان كده عشان يؤدي وظيفته دي فكذلك ربنا وظهر وخلقك في هذه الدنيا عشان يبتليك وبيبتليك مش عشان يعذبك عشان يرقيك فطالما بيبتليك عشان يرقيك يبقى أنت تفرح بالترقية أنت الوقت راجل موظف بتشتغل في شركة في مكتب صغير سبع ساعات في اليوم قالوا لك احنا هنخليك مدير عام بس تحتيجي تسع ساعات هيفرح مع أن ساعات العمل زادت ومسئولياته زادت وشقاءه في العمل زاد إلا أنه لما عرف أنها ترقية يفرح ولا ما يفرحش يفرح مع أنها فيها ابتلاء هيقعد مدة أطر يقولوا لا احنا هنخليك بعد كده وزير يقوم الوزير يطلبوا الفجر تعالى حصل انفجار عند سيدنا الحسين يسحب من النوم قبل ما يبقى وزير ولا حاجة زيك هيقعد كده يفتح الراديو ويقعد كده رايق ويتمطع ويسمع الأخبار لكن هو عشان بقى وزير لازم يبقى في الأحداث في قلب الأحداث مش كده ولا لا لما ترقى تعب ولا ما تعفش تعب لكن هو فرحان بالتعب ده ليه لأنه شايف أنها فيها ترقية فإذا أنت فهمت أن كل ابتلاء من الله لك في الدنيا ما هو إلا ترقي في الآخرة حتى تلقى بنفس هدئة تبقى مبسوط لأن ربنا بيرقيك لأن ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ بيدك إليه لضعف أعمالك لأن مقامك عنده أعلى من عملك فلو سبك لعملك وسواب عملك مش هتوصل لمقامك يوم يعود ويجبر نقص أعمالك الصالحة بأنه يدخلك لجنة رأفة ببعض الابتلاءات عشان يرقي فإذا فهمت المسألة كده هتسكن عند عدم المألوف فإذا سكنت عند عدم المألوف دي أول علامة للرضا اللي هي القناعة بداية الرضا شفت بقى العلماء دول فهمين القلوب إزاي وفهمين الناس إزاي علماء قلوب صحيح لو تروح لدكتور تقول له يا دكتور أنا الكوليسترول عالي وضغطي عالي وباخد الأدوية وبرده ما بيقلش أعمل إيه يقول لك يا أخي ما تشدش أعصابك حاول تهدي نفسك شوي ما تتنرفس طيب وانت غصبة عنك بتتنرفس لكن لو علمك إزاي ترضى لو علمك إزاي تقنع مش هتحتاج تاخد مهد ولا هتحتاج تروح له أصلا هو نفسه بيقول لك كده وهو ضغطه عالي وهو نفسه الكوليسترول عالي لأنه هو نفس الدكتور برضه مش راضي باللي هو فيه وقاعد يبصت على الدكتور زميله اللي جنبه عشان عنده عينين أكتر وعلشان ركب عربية أفخم وعلشان شهرته أوسع فحتى غير راضي بما أقام الله فيه ففقد الشيء لا يعطيه فكل حاجة يحط همه في إيه يكتب لك في أدوية يعني ماشي صناع عندك ماشي بالصناع لا إحنا عايزينك تمشي بالإيمان تمشي بالإيمان فتستريح السكون عند عدم المألوفات يعني عدم منازعة الحق فيما أجراه عليك من ابتلاء آه دي كلام الشيء عدم منازعة الحق فيما أجراه عليك من ابتلاء يجي لك كده على قلبك أحلم العسل يأخذ الناس المصريين العوامي يقولك درب الحبيب زي أكل الزبيب وأنت تدعي أن ربنا حبيبك مش أنت بتدعي أن ربنا حبيبك واحد يقولك إيه أنا أحب ربنا أول وما أول ما يدوسه شوك إيه يا رب بس تعملت أو أنت إيه بتحبه وأنت لو بتحبه تردى بقدره مش كده بردو وقال أبو بكر المراغي العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل وأمر الدين بالعلم والاكتهاد يا سلام كلام جميل والله جزاهم الله خير العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف أنت عايز حاجة في الدنيا وما جدهاش تقوم تهدي نفسك زي ما يبقى عندك ابن وفي سنوية عامة يقولك يا باب أنا لو جبت مجموح كويس أو دخلت أحسن كلية تعمل لي إيه أنا عايزك تجيب لي عربية وإنت أصلا ما عندكش فلوس تجيب له عجلة حتى لكن برضو عايز تشجعه تقوله بس إن شاء الله بس تجيب مجموع إن شاء الله ربنا يسهد تسويف يوم يجي له كده هو حرص وبتاعه وينجح ويجيب المجموع حلو وبعدين يجي يقولك فين العربية إن شاء الله ريب وريب إن شاء الله أقرب فرصة إمتى يعني إن شاء الله يا ابني أقرب والله أقرب فرصة حاجبها لك يوم هو يبقى مبسوط تسويف كذلك نفسك زي الطفل دي كل ما نفسك عايز حاجة وهي مش في إيدك فقال لها إن شاء الله شوية كده ربنا يسهل حاجبها لك حاجبها لك زي العيل السؤال عايز كي الشبسي كي الشبسي وقول له حاضر حاجبولك بس أما نوصل محطة جدا طب بس أما ننزل طب أما نروح طب أما ننام شوية ونستريح ونقوم بالليل طب بكرة بقى وانت رايح المدرسة هو رايح المدرسة طب أما تيجي علشان العيال ما تشوفش في إيدك الشبسي وتغيز العيال تيجي وهو جاي بقى بقى من المدرسة تقول له ما أنا لجبتولك الوقت يا حتاكله حتستد نفسك وممتك عملالك الغدا وهكذا تفضل تصور زي ما بتعمل مع عيالك كده اعمل مع نفسك لأنا أعيل من عيالك نفسك دي وانت عندك ستين وسبعين سنة لسه في كي جيوان لسه عايزة متعلقة بجلاتي ومتعلقة بكل حاجة بس الجلاتي بتاع الطفل غير الجلاتي بتاع الكبير كل واحد ليه الجلاتي بتاعه وكل واحد ليه الملبس بتاعه فانت برضو سوف معاها زي ما بتسوف مع أولاك شو امت ازاي يعني بعدين ان شاء الله تقمع بما أقامك الله فيه وان شاء الله رب نيسى من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف يقنع بما أقامه الله فيه وان شاء الله في الحاجة اللي عايزها في المستقبل يقول له ان شاء الله رب نيسى يوم ايه هديها شوي ده المنون بتاعه طب وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل شوف ربك يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربك سارعوا إنما في الرزق في أمور الدنيا يقول لك فامشوا في مناكب وكله مرسي يبقى في أمور الدنيا يقول لك يمشي وفي أمور الآخرة سارع وسابق شكده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يبقى الحرص يكون في أمور الآخرة والتعجيل في أمور الطاعة والتسويت في أمور الدنيا لكن الناس بالعكس العوام بالعكس تيجي تقول له انت ناوي تصلي امتى يقول لك ان شاء الله انا حوازب على الصلاة بس لما اجوز العيال بس لما خلص شغلي ده بس لما اتنقل وترقى بس لما اتخرج بس لما اعمل مش عارف ايه طول النهار بيبس بس بيأجل أمور الآخرة يسوفها وأمور الدنيا يعجلها يبقى ده العامي لكن اللي عنده بصيرة مختلفة أمور الآخرة يعجلها وأمور الدنيا بيسوفها وأمر الدين يعمل فيه ايه بالعلم والاجتهاد لازم بقى ما هو الدين قائم على العلم الأول لأن اللي فات كل ده ثمرة العلم أنا حسوف أمور الدنيا وردي نفسي بما أقام الله فيه لأننا علمت أن الله سبحانه وتعالى يقدر لي أفضل الأشياء رحيم بعباده لطيف بعباده لا يريد بعباده الشقاء لما عرفت هذا كانت ثمرتها ايه تسويف أمور الدنيا والرضى بأمور الدنيا ولما علمت أن هناك فيه أخرة وفيه حساب كانت ثمرة ايه التعجيل لأمور الأخرة فالعلم كل اللي فاته بيبقى ثمرة العلم تبدأ بالعلم ثم بعد ذلك تعطي ثمرة هذا كله وقال أبو عبد الله بن خفيف القناعة تركه التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود دي سهل تيجي تسأله أنت نفسك في ايه يقعد يفكر كده ما يلاقيش حاجة يقولي يعني مش متشوف في أي شيء مفقود يبقى ده قانع لنما تيجي تسأل واحد نفسك يقوله ويقعد ينهج مش عارف يبلى عريقه من كتر ما نفسه في حاجات جدير قوي يبقى ده غلبان خالص لكن التاني القانع نفسك في ايه يقوله طب استنى بس هفكر الحمد لله والله ما نفسي في حاجات والله أنا ما نفسي في حاجات يا سلام الحمد لله يبقى ده ايه مش متشوف لمفقود هل انت كده شوف الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للاحدهم تمنى علي يعني نفسك في ايه مش كده برضه وتمنى علي يعني نفسك في ايه يوم يقوله ايه اريده ان اكون معك في الجنة الله يبقى ده نفسه في امور الاخرة مش نفسه في امور دنيا خالص شوف همتهم با واللي بيقوله كده مين ده بيقوله خادم ده خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يبقى على باب بيت النبي لانه مالوش بيتي قوي ومش متزوج ولا عنده حتى نعلي يلبسه ولا عنده فرس يقضي بمشاويره ولا عنده حتى حمارة يقضي عليها مشاويره يعني عندهش حاجة خادم يعني نفسه في حاجات كتير علق قال لي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا نفسك جوز ونفسي بقى ليه بيت ونفسي بقى ليه فرس وصيف عشان اجاهد في سبيل الله ايه الحلوة دي حاجات حلوة كلها امور دنيا لكن حتى الحاجات دي اللي هي فيها شميمة دنيا واخرة مش عايزها وعايز اخرة صافة عشان تعرف همة الصحابة بس يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه اوى غير ذلك قول حاجة تانية اقدر عملها لك بسرعة كده اقدر عملها لك بسرعة لان الدنيا في ايد النبي مفاتحها كلها في اللحظة لكن الاخرة لسه مجاش وقتها والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسعده في الحال لانه رحمة للعالمين هو عايز يسعده في الحال الوقت النبي لكن الاخرة لسه جاي بعدين فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسعده الوقت يقول له اوى غير ذلك حاجة كده سريعة كده يقول لا لا غير ذلك يا رسول الله قال اذا اعني على نفسك بكثرة السجود شوف قد ايه ده يبقى القناعة علامة تانية للقناعة العلامة الاولانية مفيش حركة المذبوح عند ايه عند سكين القضاء والقدر ما تبقى زي الخروف المذبوح عين يقول له لك شوف ابوك مات تقعد ترفص ابنك مش عارف جراله ايه تقعد ترفص طول النهار قعد ترفص وانت خروف الله امتى هتستسلم لقدر الله بقى يا خروف امتى عيب انت انسان كرمنا بني ادم فهمت جاي على صورة ايه على صورة الانبياء والرسل والاولياء ربنا خلقك على هذه الصورة عايز ترجع كل الانعم لما تبدبح تعمل كده عيب فهمت ازاي يبقى دي اول علامة السكون عند عدم المألوف مفيش حركة مذبوح والعلامة التانية ترك التشوف للمفقود طالما حاجة مش معاك انت مش بصص له ولا حريص عليه والاستغناء بالموجود اللي عندك يا سلام مفيش احلى من كده هو ده اللي عندك مستغني بي مش قاعد بتاكل في طبقك وبتبص الطبق اللي قدامك بتشرب من كوبايتك وتبص الكوباية اللي في ده اللي قدامك بتركب عربيتك واقف في الاشارة وبصص العربيات اللي حواليك كلهم كل العربيات اللي حواليك حلوة اللي عربيتك جات نانيلة بحظينها لي باتك كل الناس اللي ماشيين في الشارع احلى مني شكلا واكتر مني شياكة في اللبس جات نانيلة بحظنا لي ماشي مش عاجبه حاجة خالص خالص في نفسه ليه كده يا اخي احمد ربك ده انت فيك نعمة انك انت مسلم في وسط خلق الله ربنا حرم منها ناس ملياردرات معهم اموال طائلة في الدنيا هم محرومين من طيب حقول لك اوبوش اللي قاعد في البيت لابيض اللي عنده 140 اوضة في البيت لابيض عنده 140 حجرة في البيت لابيض وعنده حرس ومتصور وهما انه هو في ايده الحل والعقد ويهي اوهان محروم انه يقول له والله احد الله استمد لم يالد ولم يولد محروم منه ولو انتهى له تقول له قول ورايا يقعد ينقشك فيها يقول لك مش قادر ما ينفعش ازاي احد ازاي لم يالد ازاي لم يولد شوف انت بقى بتقولها وانت مجتنع بيها ازاي ومؤمن بيها ازاي هو محروم منه دي تسوي ايه بقى تسوي كم مليون دولار دي دي تسوي كم مليون دولار كل والله احد اللي انت بتقولها كده بنفس راديا دي تسوي كم مليون دولار حبك للنبي اللي في قلبك ده ده يسوي كم مليون دولار ناس النعم دي كلها وقاعد تبص على واحد ركب عربية حلوة يا اوان تجي وبعدين يجي ينزل منها تلاقي يردق صليب طب ياخدها ويغرق بالصليب اللي هو ده احمد ربك ده انت في نعم كبيرة بس انت اللي مش واخد بالك ترك التشوف الى المفقود والاستغناء بالموجود وقيل في معنى قولي تعالى لا يرزقنهم الله رزقا حسنا يعني القناعة وقال محمد بن علي الترمزي القناعة رضى النفس بما قسم لها من الرزق رضى النفس من جوه مش نفسك قاعدة بتنزعك وتقول نرعت طبطب عليها ويتوأوأ وقعت هدهدى ويتوأوأ لا نفسك هدية خلاص مش دي العيل الزنان طول النهار قاعدة يزن لا عارف تنم منه ولا عارف تعيش معه هي نفسك كده هترديها بقى وتهدهدها ولا تسكت طب رضعها يا سيد رضعها بالتسويف اعمل له رضع وحط له فيها مية سخنة ونقطة سكر يوم يفتكر ان هي لبن ويسكت سكتوا بالتسويف مش الصحابي لما قالوا الضيوف بالليل قال لها خليهم ياكلوا وولاي على النار علشان الاطفال يفتكروك بتعمل لهم اكل لحد ما يناموا يعني هديهم بالتسويف سوف مع نفسك هتلاقى تتينة كده تعطل النار تمصمص فيه علشان تهديها شوي رضع نفس بما قسم لها من الرزق ويقال القناعة الاكتفاء بالموجود وزوال الطمع فيما ليس بحاصل كله معنى واحد بس كله بيعبر عنه في الفاظ المختلف وقال وهب ان العزة والغنى خرجا يجولان يعني العزة والغنى ماشيين خارجين يتمشوا في ساعة عصاري كده كويس بيتصور ان العزة والغنى دول بني قدمين كده ماشيين يتمشوا ان العزة والغنى خرجا يجولان يطلباني الرفيقان رفيقا فلقي القناعة فاستقر ماشيين بيدوروا على حد كده يصلح ان يتمشى معاهم العزة والغنى عايزين واحد رفيق معاهم يفضل معاهم على طول يرافقهم فضلوا ماشيين يبصوا يبصوا لقوا القناعة خدوا رفيق يبقى القناعة ثمرتها العز والغنى شوف الامام الشفعي يقول ايه علمت ان القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك في قادي القناعة صحيح وقيل من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة اللي قناعته قوية كده اي اكلة يكلها تبقى دسمة تبقى كباب تبقى الطعمية قدامه كباب طالما قانا واحلى من كباب شوفت ازاي اذا كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة شوفت المرقة تبقى حلوة لما تبقى ايه لحمتها سمينة فلما تبقى القناعة سمينة يطيب لك المعيشة كل المعيشة تغمسها بالقناعة تلاقيها ايه ده ولا الزبدة الزبدة البلدي احلى بهمت ازاي من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة ومن رجع الى الله تعالى على كل حال رزقه الله القناعة انا لله وانا اليه رجعوا يعني رجع كل حال اقيم فيه رجعه انه من الله فردي به لكونه من الله مش طول النار كل ما يحصل له حاجة شوف فلان السبب لو لأ انت مكتش مش عارفينيه ولو لأ انت ما كنتش عملت ايه وقاعد طول النار يلوم في الناس كأن الناس فعلة طب وقاين الفعل المختلف هو الله فترجع كل امر الى الله مش انت السبب وانت السبب وانت السبب ومش قلتلك نظام مش قلتلك ده ما ينفعش مش قلتلك دي حياة وحشة متعبة في ستة تعيش مع اجوازهم بنظام مش قلتلك سياسة مش قلتلك كل ما يعمل حاجة ويقع تقوله مش قلتلك مش تخفف عنه كأنها بالزبط تشمت فيه يعني ما تبقاش صاحب ماشي بسياسة مش قلتلك تبقى عندك شافقة ورحمة حتى مع نفسك فمش كل حاجة يبقى فلان السبب ومش قلتلك وانت السبب وليه عملت كده وانا كنت أقيل لك وانا كان قلبي حاسس طول النهار قاعد بيوزع اللوم على الناس كلها طب واين الفعل المختار التاني بيرجع كل شيء من الله لما يحصل حاجة ما شاء الله كانوا من الله شائع منكم ما عالش ما عالش الحمد لله قدروا لطف اللهم ما أجرني في مصيبات يخلفني خيرا منه خلاص حكاية سهلة ولا يضرب ده ولا يزع عقل ده ولا بتاع خلاص يبقى التاني ده بيرجع إلى الله في كل أمر انما التاني يرجع للخلق في كل أمر انت السبب وانت اللي عملت كده وانا أقيل لك وما نفستش غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم لام الصحابة في غزوة أحد لام الصحابة كسرت ربعيته ودخلت حلقات المغفر في خدي الشري وخرج بالرغم انه ما كانش عايز يخرج كان عايز يلقون في المدينة لكن شباب الصحابة هم المتحمسين قالوا نخرج عشان ما كانوش حضروا بدر نفسهم بقى فلبى سلامته بناء على على مشوراتهم وبعدين بالرغم كده نزل على مشوراتهم وخرج وقال للرما ما تنزلوش ونزلوا الرما وده قتل وده حصل رجع النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له مش قلتلك قال للحد مش قلتلك يبقى سياسة مش قلتلك دي ليست سنة نبوية دي سنة شيطانية دي بدعة ضلالة في النار مش اللي احتفال بالمولد النبي اللي تقول لي بدعة ضلالة او اللي مش قلتلك دي بقى هي دي صحيح اللي بدعة ضلالة في النار لانها بتلقي اللوم على غيرك ولا تشعر ان الفعل هو الله لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هي دي السنة الرضا بقضاء الله هي دي السنة إن لله وإن إله يرجعون هي دي السنة لا حول ولا قتا إلا بالله هي دي السنة الرضا بقضاء الله هي دي السنة مش كده برضو وقيل مرة أبو حازم بقصاب معه لحم سمين يعني عد على جزار عنده لحم حلوة حتة لحمة معلقة كده هو يمكن ما دقش اللحمة بقاله شهور فقال خذ يا أبا حازم فإنه سمين حتة حلوة خد تستاهل بؤك فقال ليس معي درهم ولا درهم معي فقال أنا أنظرك خذ بالأجل فقال نفسي أحسن نظرة منك طب بدل ما تنظرني أنت منها نفسي تنظرني ويبقى أنا عزي في نفسي مش كده أحلى إذا غلت شيء أرخصته إذا غلت شيء أرخصته أرخصته يعني يعني ما جبوش أنا كنت بجيب إزاست الزيت بخمسة جنيه بقت بعشرة مش هجيب زيت يبقى مش حد في حتى الخمسة جنيه بقت أرخص إذا غلت شيء أرخصته كان سيدنا إبراهيم بن أدم دي سياسته سياسته في الدنيا كده الحاجة اللي تغلى ما يجيبهاش وأعرف والله السياسة دي ترخص الأسعار السياسة دي بالفعل على مستوى السوق والناس التجارين يفهموا الكلام السياسة دي لو كانت على مستوى للناس كلها هتلاقي الأسعار ترخص طب جرب كده إن اللحمة إن استبتل تاكل لحمة لمدة شهر هتبصت لأكله اللحمة برد ما هو بثلاثين جنيه الوقتي هيردوه عليك بعشرين طب يكمله شهر هيبقى بخمستاشر طب يكمله شهرين كمان يا حيواز دواء على البيوت نحسن يحمد هي دي الحقيقة إذا غلط شيء أرخصته فهو بيقول له يا أبا حازم أنا حدي لك اللحمة وبالأجل برحتك تدفع فلوسك برحتك أنا أنظرك فقال نفسي أحسن نظرة لي منك على الأهل بدلا ما أنا أبقى مديون ليك أبقى مديون لنفسي الحكاة سهلة بيني وبالنفس أعذر نفسي لكن أنا بيني وبينك أنت مش هتعذرني كل الناس اللي ماتوا ركباهم الديون ما كانش عندهم قناعة ليه قاعد ياخد قروض من البنك ده وقارد من البنك ده ويوسع تجارته هنا ويعمل هنا ويعمل هنا وفي الآخر مسكين يبقى عايش حياة كده منتفخ أمام الناس أنه هو من من الأغنياء وهو أفقر خرق الله لأنه بمجرد ما يموت ياخدوا العربية بيعوا في المزاد عشان يسددوا مش عارفية ويطلعوا عياله من الفيلا اللي كانوا ساكنين فيها ويبيعوها علشان يسددوا جزء من ديون وياخدوا مش عارفية يعني تلاقي عياله بعد كده بيتصرف عليهم من أموال الزكت لأن كل اللي كان عايش فيه ده كان شماله كل اللي عايش فيه ده كان شماله أنا أخت دكتور صديقي كان متجوزها صيدالي من الصعيد صيدالاني عنده ثلاث صيداليات في الصعيد وشاب بقى وطالع في الدنيا يقول لك وهو عايش يعني كان يفتح الدرج كده تلاقي روزا من الفلوس ويحجز لصديقي ده اللي هو يبقى اخه امراته يحجز له مش عارف ايه الجناح في شرم الشيخ وجناح في شرطهم يقول ده أنا أجوز اختي ده ايه ده ده راجل ما شاء الله بيكسب ده راجل فنجاري وبعدين مات فجأة في حدثة بعربية وفجأة انه هو واخد مليون جنيه من البنوك وما سددهاش وكان كل الفلوس اللي قاعد بيصرفوها دي كلها فلوس بنوك مش فلوس ولا من مكسب والوقتي سايب ولد وبنت صغيرين في الابتدائي وامهم مديونين بمليون جنيه للبنوك مش عارفين يسددوا ارباحهم مش عارفين يسددوا ارباحهم بس مش الدين نفسه يبقى ده دي دي حياة دي دي قناعة دي طب ما كان ينظر نفسه لا هو بقى كان عايز يبقى عوضه مجل الشعب واخد تلتمائة الف جنيه علشان يصرف على الانتخابات وبعدين سيق قال ما انا لو نجحت في الانتخابات دي هعوض بقى هبقى عوضه مجل الشعب واعمل تجارة واخد توكيلات واعمل مش عارف ايه وبقى عوض كل الكلام دي لكن ربنا ما ايه ما انظروش مات فجأة مسكية وصيقت في الانتخابات ما قدرش يخش الدورة اللي بعدها شغلية انا ملهاش لازمة فيبقى كل رجال الاعمال اللي اتدينوا دول اتدينوا علشان ما عندهمش قناعة في حين انه هو لو قنع بالمشروع الصغير اللي هو يملكه كان زمانه الوقتي اغنى منه وهو عنده عشر مصانع لا يملكها كلها من قروض بنوك لو طبه مادة في اللحظة دي هيعمل ايه مش هيسيب لولاده حاجة لكن الساعي اللي عنده في المكتب اللي واقف على باب المكتب يوم ما يموت وولاده حيبضلوا قاعدين في الشقة بتاعته مش هيضطرده لكن يوم ما يموت البيه ساعة تلبيه ده يوم ما يموت وولاده حيضطرده من الشقة اللي قاعدين فيها يبقى مين اللي اغنى هو ولا الساعي افهم الحقيقة انت اللي بجيبك عشرة جنيه بس ملكك التاني بجيبه مليون جنيه لكن مش ملك ومين اللي اغنى اللي ما عشرة جنيه هو ده اللي اغنى دي الحقيقة لكن شباب كتير مش فاهم الحكاية دي هو اتخرج وعنده 30 سنة و40 سنة وعيز دي بقى راجل اعمال راجل اعمال ازاي ليه صديق في البنك الفلاني يديله قرد وصديق في البنك العلاني يديله قرد ويعرف مش عارف العمده العلاني يديله وعضو مجلس شعب التاني يضمانه ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا متصور انه حيقدر يسدد وفي الاخر يلاقي نفسه يفشل مش عارف يسدد وتكسر الحقوق عليه تكسر الحقوق عليه في الدنيا وفي الاخرة ويطول حسابه في الدنيا وفي الاخرة ويعيش فقير ويموت فقير يحمد ربك وقيل لبعضهم من اقنع الناس يعني اكثرهم قناعة فقال اكثرهم للناس معونة واقلهم عليه معونة يا سلام انت شوف كده الناس اللي تعرفها تجد فيه ناس كده يبقوا معاك في كل شدة ومحسسوكش انه هم محتاجين حاجة خالص يساعدوك في اي شدة تقع فيها وعمره ما يطلب منك حاجة هو ده بقى القانع صحيح اللي يبقى مع الناس في كل شدة واقلهم مقونة مش يبقى معاه في الشدة وبعد ما تزول الشدة يقولك يلا الديني انا مش بقفت معك الشدة اللي فاتت انا الوقت في شدة ساعدتك بألف جنيه يديني الوقت عشرين الف انا بقى مزنوق في عشرين الف هو كان بيديك الألف جنيه دي في شدتك طعم علشان لما تعد الشدة يطلب منك عشرين الف تقوم انت تتكسر عينك وتديله لانه وقف معاك ده مش قانع ده بيعملها لغهدث انما القانع اللي هو عنده يعاون الناس وفي نفس الوقت لا يطلب من الناس الشيء يبقى ايده مع الناس في كل الشدة واقلهم مؤونة ما يعرفوش هو محتاج ايه ولا عايز ايه ولا يطلب حاجة منه لانه طلبه لله من الله فقال اكثرهم للناس معونة واقلهم عليهم مؤونة وفي الزبور القانع غني وان كان جائعا وقيل وضع الله تعالى خمسة اشياء في خمسة مواضع مهمة الحت دي العز في الطاعة والظل في المعصية والهيبة في قيام الليل والحكمة في البطن الخالي والغنى في القناعة حاجات دي تحفظها علشان تبقى منهك حياة علشان تبقى منهك حياة العز مش في النسب ولا العز في المنسب ولا العز في الجاه ولا في المال العز في طاعة الله دي الحقيقة العز ده هو ده العز الحقيقة والزل في معصية الله عز وجل هي دي الحقيقة والهيبة في قيام الليل والحكمة في البطن الخالي يعني احنا قلنا البطن الخالي مش تمشي ميت من الجوع يعني عدم الشبع عدم الشبع تاخد من الطعام بقدر حاجتك مش ازيد من حاجتك تلاقي نفسك كده عندك نشاط وربنا سبحانه وتعالى ينير قلبك وزهنك بالحكمة والغنى في القناعة الحديث القدسي او الحديث عن النبي في الترميزي وابن ماجة ان الله بقصته وعدله جعل الغنى في الرضا واليقين جعل السعادة في الرضا واليقين وجعل الشقاء في السخط والدجر قالك السعادة في كسرة الاموال او في المناصب او في رئاسة الجمهورية او في عضوية مجلس الشعب والشورى ما قالكش السعادة في الحاجات دي ابي عردت الحاجات دي كلها على نبينا صلى الله عليه وسلم وابا بل عرد عليه من الله ان يكون ملكا نبيا فاخترى ان يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى السعادة لو بتبحث عنها فهي في الرضا واليقين والرضا اوله القناعة يبقى اول خطوة في السعادة القناعة عشان تتحقق بمقام الرضا طيب والشقاء في السخط والدجر في السخط والدجر مش عاجبه حاجة معاه اموال طائلة لكن مش مبسوط عايز اكتر عايز استثمرها عايز يحافظ عليها يحولها دولار عشان الدولار بيغلب الدولار بقى يرخص يحولها يورو علشان اليورو ثابت احسن خيال الله سيورو محتاج يخش في المشروع الفلاني دخل بالمشروع الفلاني البضاء عبارت عايز بضع تانية عايز مش عارف ايه طب نجرب البورصة طب مش عارف ايه احس طول النهار مسكين بيلهس بيلهس وراء الدنيا مش هيشبع ابدا عمره ما يشبع ده لكن السخط والدجر ساخط وضاجر هي دي الشقاء هو ده بقى يا سيدي اللي يخليه يبقى ماشي مريض في الدنيا مريض القلب عضويا ومريض القلب معنويا في المعنى سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت نصر بن محمد يقول سمعت سليمان بن ابي سليمان يقول سمعت ابا القاسم بن ابي نزار يقول سمعت ابراهيم المارستان يقول انتقم من حرسك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص شوف انت عدوك ده مش عايز تقتله وتخلص منه عدوك مش عايز تقتله وتخلص منه عدوك الحقي حرسك طب يا اخي ما تقتله وتخلص منه اقتل الحرس ده بقى على القل لو قتلته مش هيقبضه عليك لكن لو قتلت عدوك الخارجي حيقبضه عليك قاتل نفس وهيضموك في زنزانة طب ما تقتل عدو تاني ما حدش هيشوفه ولا حتى جهاز المخابرات العامة ولا السي اي اي ولا حتى السي انين ولا حتى حيضر بيك لكن عدو صحيح لدود حرسك اقتله وانتقم منه واخلص بالقناعة بسيف القناعة اقتله بسيف القناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص وقال ذنون المصري من قنع استراحة من اهل زمانه واستطال على اقرانه يا سلام لما الناس في زمانك يجدونك مش محتاجهم خالص تجد ربنا يجعل حاجتهم عندك لما تستغنع عن كل الناس ربنا يجعل حاجة الناس عندك العجيبة فيه ودي مجربة تجد كل الناس وقفين على بابك لان انت موقفتش على باب حد يستطيل على اقرانه من قنع استراحة من اهل زمانه واستطال على اقرانه وقيل من قنع استراحة من الشغل واستطال على الكل وقال الكتاني من باع الحرص بالقناعة ظافر بالعز والمروءة من باع حرص قلبه بالقناعة ظافر بالعز والمروءة ما انت لو مش قانع هتروح تستلف من الناس هتستلف من الناس يعني هيكسفوك يعني هتبقى ساقط المروءة ده يقفل الباب من وشك وتبقى مديون لفلان تقوم من ما تعرف ان هو ماشي في الشارع الفلاني تتجنبه ترداش تمشي في الشارع ده ويمكن تعزل من الشارع اللي ساكن فيه الرجل اللي كنت مستلف منه ومش عارف عشان مش عايت تشوفه كل يوم ويمكن تبطل تحضر صلاة الجمعة عشان هيقابلك في صلاة في الجامعة ويمكن تبطل تحضر صلاة الجماعة علشان يمكن يقابلك ويطلبك يبقى سقطت مرؤتك وقيل من تبعت عيناه ما في ايدي الناس طال حزنه وهمه شوف الاطفال كده وهم قاعدين جرب كده عشر عيال كده وهات كل واحد هدية شكل ودي لكل عيل كل عيل ياخد الهدية اللي في ايده وبصص للهدايا مش بصص لللي بتدهاله الاطفال كده سألنا انا مجربة ومعارفة وانا كنت منهم وما زلت تبص ده العيال تاخد منك نصبها لكن ايدها مش على نصبها ايدها على اللي في ايدك لسه حيروح لي انا ايد هم دول الاطفال عايز تعيش طفلة طول عمرك تبص للي في ايد غيرك واللي في ايدك انت مش قانع بيه ولا بصص له معيب الاطفال اللي بيبقوا كده يا اخي ده انت بتضربهم وبتزعق لهم وانت كده ده هو ربنا خلقهم لك كده لعلمك علشان يعرفك انك انت كده ده هم مرآ ليك بس انت مش واخد بالك فجزاهم الله خير هم مرآ ليك عشان كده الاطفال بيربوك مش انت اللي بتربيهم هم بيربوك وربنا بيربيهم ربنا بيربيهم وبيربيك بيهم افهم مش انت اللي مش واخد بالك وانشدوا واحسنوا بالفتى من يوم عار ينالوا به الغنى كرم وجوع واحسنوا بالفتى كرم وجوع من يوم من يوم عار ينالوا به الغنى عشان تفهم بس البيت الشعر اصدو فيه تقديم وتأخير يعني كان احسن بالفتى الشجاع كده اللي عنده كرامة انه يبقى كريم ويجوع احسن ما يزل ويبقى غني مش كده برضو واحسنوا بالفتى من يوم عار ينالوا به الغنى كرم وجوع يبقى احسن دي مبتدأ وكرم وجوع الخبر بتاح ويوم ينالوا به الغنى يوم عار ينالوا به الغنى ينالوا به الغنى دي صفة لليوم يوم العار يعني يوم العار اللي الناس هتعيروا فيه بانهم ما هتصدقوا عليه ويغنوه كان احسن له يفضل جائع ويفضل عزيز فهمت ازاي وقيل رأى رجل حكيما يأكل ما تساقط من البقل على رأس ماء فقال لو خدمت السلطان لم تحتاج الى اكل هذا فقال الحكيم وانت لو قنعت بهذا لم تحتاج الى خدمة السلطان شفت الجمال وقيل العقاب عزيز في مطاره العقاب ده اقوى طائر اقوى حتى من نسر اللي حطينه من سقر كريش اللي حطينه في عالم مصر العقاب ده حاجة عجيبة ده يقول لك يبقى واقف فين حيث لا تراه وعينه تشوف الفار على الارض الفار وهو لسه ماشي من جحر الجحر يلقطر وينقد عليه يعني انقضات القضاء والقدر على ما انقدر عليه لا يفلتهم حاجة سبحان الله ربنا جعله كده قذيفة موجهة العقاب عجيب يعني طيب متعلقة في شبكة مخفية فيطمع في الجيفة دي فاذا طمع في جيفة علقت على حبالة نزل من مطاره فتعلق في حباله فزل يبقى الطمع يزله هو طمع في جيفة نزل مسكته الشبكة خلاص جال صياد مسكه نتفريش يمسكه انتفريش كانت عزيز الاول في مطاره كذلك الانسان العبد حر انقنع والحر عبد انطامع وقيل لما نطق موسى عليه السلام بذكر الطمع فقال لو شئت لاتخذت عليه اجر قال الخضر له هذا فرقه بيني وبيني دي اشارية يعني اشارية ما تفتكرش ان سيدنا موسى طمع بس هي حاجة تفكير تفسير اشاري مش على ظاهره يعني هو عايز يجاب لك حاجة اشارية لكن ما تلاقش بالانبياء انك تظن ان هو طمع لكن هي ده حاجة اشارية بس بالاشارة وليس بظاهر اللفظ قال لو شئت لاتخذت عليه اجر قال الخضر له هذا فرقه بيني وبيني والخضر هل هو ولي ولا نبي خلاب بين العلماء اغلبهم انه نبي واقلهم انه ولي اغلب العلماء على ان الخضر نبي واكبر دليل على ان الخضر نبي انه قتل الغلام والقتل لا يكون بالالهام القتل يكون بالوحي لان الالهام يخطئ والوحي لا يخطئ فالولي لا يقتل بالالهام فلو قتل بالالهام يأسم لان الالهام قد يخطئ لكن الوحي لا يخطئ والخضر قتل الغلام فلا يكون قتله إلهاما بل وحيا دي أكبر دليل على فكرة على أنه نبه هي الحدثة دي قتل الغلام وكذلك خرق السفينة وهو التعدي على مال الغير التعدي على مال الغير لا يكون إلا بيقين أنه يصلح ماله بهذا التعدي ولا يكون يقين إلا بوحي لا يكون يقين إلا بوحي أما الولي فرؤية وإلهام والرؤية والإلهام قد تخطئان لكن الوحي لا يخطئ أبدا فده الراجح يعني اللي علي معظم العلمة أنه هو نبي لكن قليل من والمشهور عند الناس أنه ولي المشهور عند الناس أنه ولي لكن من حيث التحقيق هو نبي والله أعلم وقيل لما قال ذلك موسى عليه السلام وقف بين يدي موسى والخدر عليهما السلام وكان ضبي وكان جائعين الجانب الذي يلي موسى عليه السلام غير مشوي والجانب الذي يلي الخدر مشوي يعني لأن الطمع يزعج فيتعب والقناعة تغني وتشبع فربنا سبحانه وتعالى رمز ليها بالرمز ده وقيل في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم هو القناعة في الدنيا وإن الفجار لفي جحيم هو الحرس في الدنيا وقيل في قوله تعالى فك رقبة أي فكها من زل الطمع وقيل في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت يعني البخل والطمع ويطهركم تطهيرا يعني بالسخاء والإيثار وقيل في قوله تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي مقاما في القناعة أن فارد به من أشكالي وأكون راضيا فيه بقضائك وقيل في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا يعني لأسلبنه القناعة ولأبتلنه بالطمع ولأبتلينه بالطمع يعني يدعى الهدهد إن ربنا يسلب القناعة ويبتليه بالطمع أدي العذاب الأليم يعني أسأل الله تعالى أن يفعل به ذلك وقيل لأبي بريد بما وصلت إلى ما وصلت لأبي يزيد يمكن أبي يزيد البستامي لأن الكلام ده يليء معاه وقيل لأبي يزيد بما وصلت إلى ما وصلت فقال جمعت أسباب الدنيا يعني تعلقاتي وحرصي في الدنيا فربطتها بحبل القناعة ووضعتها في منجنيك الصدق ورميت بها في بحر اليأس فاسترحت آه ده كلامه ده سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن فرحان بسامرة يقول سمعت خالي عبد الوهاب يقول كنت جالسا عند الجنيد أيام الموسم وحوله جماعة كثيرون من العجم والمولدين المولدين اللي هم مختلط الأنساب يعني يعني عجم مش عرب صفيين يعني فجاءه إنسان بخمسمائة دينار ووضعها بين يديه وقال تفرقوا على هؤلاء الفقراء يعني جايب له خمسمائة دينار كده هدية علشان يسرنا الجنيد يصرفها وينفقها على الفقراء اللي معاه اللي مهم تفرغين ايه لعبادة الله وقال تفرقها على هؤلاء الفقراء فقال ألك غيرها فقال نعم لي دنا نير كثيرة فقال أتريد غير ما تملك فقال نعم فقال لو الجنيد خذها فإنك أحوج إليها منا ولم يقبل يبقى الإنسان حتى لو عنده كتير طالما عايز تاني يبقى أفقر من اللي ما عندوش ومش عايز مش كده برضو أنت ما عندكش لكن مش عاوز وأنا عندي وعاوز يبقى أنا أفقر منك فالحكاية واضحة يبقى الفقر دي حال في القلب والغنى حال في القلب مش لابس ايه وبتاكل ايه وفي جيبك كام دي مسألة تانية الظواهر دي كلها مختلفة ونقف على باب التوكل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى اللهم علمنا اللهم فقهنا اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفل عن ذكره الغافلون كده خلصنا الدار اعفل التسجيل هنقول حاجة خارج التسجيل يبقى ده مش تابع الرسالة دي حاجة خارج التسجيل مش تابع الرسالة وقع في إيدي بس كتاب حلو كده اسمه التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني فأردت إن أنا أرى لكم بعض مكتطفات فيه لأسباب لأن ابن تيمية الحراني في هذا الزمان صار عند الناس شيخ الإسلام وكلامه يفض الخلاف والخير قابل للمناقشة عند كثير من الطوائف هكذا لكن الحقيقة إنه هو كلامه لا يفض الخلاف بل يسير الخلاف دي الحقيقة وعلى شك كده إحنا لا نغتاب أحد نعوذ بالله من ذلك ولكن إحنا نريد أن نحق فقط الحق للناس علشان يعلموا من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه فقط وأما هو فقد أفضى إلى ما قدم ونرجو أننا ندخل الجنة كلنا ونتمتع بها كلنا ونشوفه نات ربنا يعلم ليس في قلبنا شيء لأحد نتمنى كل أمة النبي تابع في الجنة ونبقى معاها نتمنى ذلك وليس فيها أي تشفي ولكن هو مجرد إحقاق الحق يعلم الله ورحمه الله ابن تيمية الحراني يرحمه الله ويغفر له خلافه على العلماء وما كان سببا في إصارة بعض الفتن والقلاق ولكن دي حقائق تاريخية فقط مجرد تاريخ يعني هذا الكتاب كتاب بيشرح لك تواريخ متعلقة به بواقعات المحاكمات بتاعته عارف أنت ما بيكتبوا محضر المحاكمة والجلسة أهو ده الكتاب ده جايب محاضر الجلسات بتاعت ابن تيمية في الشام لما حكم في الشام ثم وصل لابن طلون مسألته في الشام وكان يحكم مصر والشام فطلب أنه يقدم عليه في القاهرة حتى يحكم في القاهرة مرة أخر فجايب لك محضر محاكمته في الشام ومحضر طلب ابن طلون الرسالة بتاعته اللي وصلت في الشام يطلبه أن يحضر والمحضر اللي حصلت فيه المحاكمة ليه في القاهرة هنا في مصر المحروس مجرد كتاب تاريخي فقط احنا هنقرأه اسمه التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني انا يعني الحقيقة جالي هدية جالي هدية هو كان موجود في مكتب المطاعي في امدان عبد باشا عند اخونا علي المطاعي ابن الشيخ نجيب المطاعي وهو يعرفني وعارف ان انا يعني بحب الحاجات التاريخية دي وبني وبني ابن تيمية يعني معزة خاصة فراح بعتولي هدية فده السبب يعني شوف انا هقرأ لك بس صفحتين لكن الكتاب موجود في اي وقت تحبت تبقى تستعيره مني بس مش النهاردة في المشمش ان شاء الله بيقول لك من هو ابن تيمية هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحران الدمشق الحنبلي ولد عاش الربيع الاول سنة 661 هجري اتفق العقلاء من اهل السنة والجماعة الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على ان الله تبارك وتعالى منزح عن الجهة والجسمية والحد والمكان والمشابهة لمخلوقاته كلنا احنا متفقين على هذا طبعا ليس جمس لي شيء وهو السمي والبسيط ذكر العلامة تقي الدين الحصن المتوفي سنة 829 هجرية في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد كثيرا من مسائل ابن تيمية التي حاد فيها عن طريق الحق واني انقل القراء مقدمة كلامه في ابن تيمية رقم مرسوم السلطان ابن قلوون ثم بعض شواذ ابن تيمية قال رحمه الله فاعلم اني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ والمتتبع ما تشابه في الكتاب والسن ابتغاء الفتنة وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم ممن اراد الله عز وجل اهلاكه فوجدت فيه ما لا اقدر على النطق به ولا لي انامل تطاوعني على رسمه وتصطيره لما فيه من تكذيب رب العالمين في تنزيهه لنفسه في كتابه المبين وكذا الازدراء باصفيائه المنتخبين وخلفائهم الراشدين واتباعهم الموفقين فعدلت عن ذلك الى ذكر ما ذكره الائمة المتقون وما اتفقوا عليه من تبديعه واخراجه ببعضه من الدين فمنه ما دونا في المصنفات ومنه ما جاءت به المراسيم العليا واجمع علي علماء عصره ممن يرجع اليهم في الامور الملمات والقضايا المهمات صورة مرسوم ابن قلوون في ابن تيمية دي صورة والمرسوم صورته جايبة هنا على فكرة مستوارها قبل ما تكتب بخط المطبع يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المثل فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحمده على ما ألهمنا من العمل بالسنة والكتاب ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقب والمصير وينزه خالقه عن التحيز في جهة لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك سبيل مرضاته وأمر بالتفكر في الآيات ونهى عن التفكر في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين على بهم منار الإيمان وارتفع وارتفع وشيد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع وأحمد بهم كلمة وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدء وبعد فإن القواعد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلمية ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه والموئل الذي يرجع كل أحد إليه والطريق التي من سلكها فاز فوزا عظيمة ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابا أليما ولهذا يجب أن تنعقد أحكامها ويؤكد دوامها وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلاف وتزان بالرحمة والعطف والإتلاف وتخمد ثوائر البدع ويفرق من فرق مجتمع وكان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد بجهله عنان كلمه وتحدث دول ناس معصرين ليه إحنا برحنا كنا لسه ولا أقدر نتولده ناس معصرين ليه وتحدث بمسائل الذات والصفات ونص في كلامه الفاسد على أمور منكرات وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون وفاهى بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام وأشهر من فتويه ما استخف به عقول العوام وخالف في ذلك فقهاء عصره وأعلام علماء شامه ومصره وبث به رسائله إلى كل مكان وثم فتويه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ولما اتصل بنا ذلك وما سلك به هو ومريدوه من هذه المسالك الخبيثة وأظهروه من هذه الأحوال وأشاعوه وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه والتكسيم فقمنا في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ العظيم وأنكرنا هذه البدعة وعز علينا أن تشيع عن من تضمه ممالكه هذه السمعة وكرهنا ما فاه به المبطلون وتلون قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون فإنه سبحانه وتعالى تنزه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فتقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمين المذكور إلى أبوابنا حين سارت فتويه الباطلة في شامنا ومصرنا وصرح فيها بألفاظ ما سمعها دو فهم إلا وتلا قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرى ولما وصل إلينا الجمع أولو العقد والحل وذو التحقيق والنقل وحضر قدات الإسلام وحكام الأنام وعلماء المسلمين وأئمة الدنيا والدين وعقد له مجلس شرعي في ملأ من الأئمة وجمع ومن له دراية في مجال النظر ودفع فثبت عندهم جميع ما نسب إليه بقول من يعتمد ويعول عليه وبمقتدى خط قلمه الدال على منكر ومعتقده وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون وآخذوه بما شهد به قلمه تالين ستكتب شهادتهم ويسألون وبلغنا أنه قد استتيب مرارا فيما تقدم وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم ثم عاد بعد منعه ولم يدخل ذلك في سمعه ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا المذكور ويمنع من التصرف والظهور ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه المثالك وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك أو يعود له في هذا القول متبعا أو لهذه الألفاظ مستمعا أو يسري في التشبيه مصرا أو يفوه بجهة العلو بما فاه أو يتحدث أحد بحرف أو صوت أو يفوه بذلك إلى الموت أو ينطق بتكسيم أو يحيد عن الطريق المستقيم أو يخرج عن رأي الأئمة أو ينفرد به عن علماء الأمة أو يحيز الله سبحانه وتعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف فليس لمعتقد هذا إلا السيف فليقف كل واحد عند هذا الحد ولله الأمر من قبل ومن بعد وليلزم كل واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل ما أنكره الأئمة من هذه العقيدة والرجوع عن الشبهات الزائغة الشديدة ولزوم ما أمر الله تعالى به والتمسك بمسالك أهل الإيمان الحميدة فإنه من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء السبيل ومثل هذا ليس له إلا التنكيل والسجن الطويل مستقره ومقيله وبئس المقيل وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات الدانية والقاصية بالنهي الشديد والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناه ومن تابعه تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه من عيون الأئمة كما وضعناه ومن أصر على الامتلاع وأبى إلا الدفاع أمرنا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم وأسقطناهم من مراتبهم مع إهانتهم وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا ولاية ولا شهادة ولا إمامة بل ولا مرتبة ولا إقامة فإنا أزلنا دعوة هذا المتدع من البلاد وأبطلنا عقيدته الخبيثة التي أضل بها كثيرا من العباد أو كاد بل كم أضل بها من خلق وعاثوا بها في الأرض الفساد ولتثبت المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسير المحاضر بعد إثباتها على قضاة المالكية وقد أعذرنا وحذرنا وأنصفنا حيث أنذرنا وليقرأ مرسومنا الشريف وليقرأ مرسومنا الشريف على المنابر ليكون أبلغ واعظ وزاجر لكل باد وحاضر والاعتماد على الخط الشريف أعلى وكتب ثامن عشرين شهر رمضان سنة خمس وسبعمائة يعني كان في حياة ابن تيمية الكلام ده انتهى كلام ابن تيمية في الاستواء ووسوب الناس عليه لما الناس تلموا عليه وضربوا بالجزم دي برضو محسوبة شوف بيقولك إيه فمن ذلك ما أخبر به أبو الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الأموي عن أبيه قال كنا جلوسا في مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم قال واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا قال فوثب الناس إليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي وبادروا إليه ضربا باللكم والنعال وغير ذلك حتى أوصلوه إلى بعض الحكام واكتمع في ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم شوف المناظرة بقى أبضوا عليه وخذوا للحاكم بعد ما رزوا علقة في الجامع فالحاكم ادلوا بهلا يومين يستريح من العلقة وقال له تناظر العلماء في مجلس أمام الناس فقالوا ما الدليل على ما صدر منك قال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فضحكوا منه وعرفوا أنه جاهل لا يجري على قواعد العلم ثم نقلوه ليتحققوا أمره فقالوا ما تقول في قولي تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فأجاب بأجوبة تحققوا أنه من الجهل على التحقيق وأنه لا يدر ما يقول وكان قد غره بنفسه ثناء العوام عليه وكذا الجامدون من الفقهاء العارون عن العلوم التي بها يكتمع شمل الأدلة على الوجه المرضي وقد رأيت في فتويه ما يتعلق بمسألة الاستواء وقد أطنب فيها وذكر أمورا كلها تلبيسات خارج عن قواعد أهل الحق والناظر فيها إذا لم يكن ذا علوم وفطنة وحسن روية ظن أنها على منوال مرضي ومن جملة ذلك بعد تقريره وتطويله إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قولي تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا هذه عبارته بحروفها فتأمل أرشدك الله تعالى هذا التهافت وهذه الجرأة بالكذب على الله تعالى أنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق العرش محتجا بلفظ الاستواء وهذا وغيره مما هو كثير في كلامه يتحقق به جاهله وفساد تصوره وكان الإمام العلام شيخ الإسلام في زمانه أبو الحسن علي بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجاهلة ده كان معاصر ليه برد؟ كان شيخ الإسلام برد؟ بس الناس متصورة شيخ الإسلامي بهو لا ده أتباعه اللي بيقوله كده بس اللي هم مبهورين بعلم هم جاهل عوام الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجاهلة بحيث لا يعقل ما يقول ويخبر أنه أخذ مسألة التفرقة أي تفرقته بين جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومنع التوسل به بعد موته عن شيخه الذي تلقاها عن أفراخ الصامرة واليهود الذين أظهروا التشرف بالإسلام وهم من أعظم الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم واحد منهم بازدراء النبي في مجلسه وقد وقفت على المسألة أعني مسألة التفرقة التي أثرها اليهود ليزدروه بها وبحثوا فيها على قواعد مأخوذة من الاشتقاق وكانوا يقطعون بها الضعفاء من العلماء فتصد لهم الجهابذة من العلماء وأفسدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشرعي والعرفي وأبادوهم بالضرب وبالصياط وضرب الأعناق ولم يبق منهم إلا الضعفاء في العلم ودامت فيهم مسألة التفرقة حتى تلقاها ابن تيمية عن شيخه اللي هو كان يهود أظهروا الإسلام وكنت أظن أنه ابتكرها واتفق الحذاق في زمانه من جميع المذاهب على سوء فهمه وكسرت أخطائه وعدم إدراكه للمآخذ الدقيقة وتصورها عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في مجالس العلم ولنرجع إلى ما ذكره ابن شاكر في تاريخه قال وفي سنة خمس وسبعمائة في ثامن رجب عقد مجلس بالقضاء والفقهاء بحضرة نائب السلطانة بالقصر الأبلق فسئل ابن تيمية عن عقيدته فأمل شيئا منها ثم أحضرت عقيدته الواسطية وقرئت في المجلس ووقعت بحوث كثيرة وبقيت مواضع أخرت إلى مجلس ثاني ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشر رجب وحضر المجلس صفي الدين الهندي وبحثوا ثم اتفقوا على أن كمال الدين ابن الزملكاني يحاقق ابن تيمية وردوا كلهم بذلك قالوا احنا حنوكل فلان كمال الدين الزملكاني وده من أئمة الملكية في عصري معاصر ابن تيمية وكان قاضي كبير قال هو اللي ايه ينظر عشان ما تبقاش ايه صفصطة كتير والناس كتير على واحد قال واحد بس ينظر وقد أفحم كمال الدين ابن تيمية وخاف ابن تيمية على نفسه فاشهد على نفسه الحاضرين أنه شفعي المزاد وهو حنبالي عشان تعرف أنه مراور لما زنوا ابن الزملكاني في الكلام قالوا لا ده أنا شفعي أنا بقول زي ما بيقوله الشفعي ويعتقد ما يعتقده الإمام الشفعي فردوا منه بذلك وانصرف ثم إن أصحاب ابن تيمية أظهروا أن الحق ظهر مع شيخهم طلعوا شعب بعد ما انصرف قالوا شوفوا هذا من الزملكاني شفتوا ازاي طلع منتصب طلع عمره وكده قاعدين يسقفوا حواليه شوية الجهل أو العوابع لأن كان بيفتيهم أن اللي يطلق ثلاثة في قاعدة هي طلقة واحدة فكانوا بيحبوا العوابع أوي عشان كده بيحل لهم نساقهم وهم مغباطر فخلف في موضوع الطلاق وخلف في حاجات كتير فكان مريح وكان يقول لهم اللي الفردي ديعة ليه ما يخدهوش فمريح فكانوا بيحبوا يتلموا حواليش شيخ مريحنا كل ما متطلق بيرجع لنا امراتنا كل ما يفوتنا فاردوا يقول لنا ما تقضوهوش سهل شيخ مريح فمشي ورابهم يهتفول فأحضره إلى مجلس القادي جلال الدين القزويني وأحضره ابن تيمية وصفع صفع يعني اتقلم ألمين على أفاة قادي معنى صفع واخد بالك ورسم ورسم يعني ايه خططه على وشه كده ويركبوه حمراء بالعكس ويمشي في البلد عشان يسكتوا مرؤته ورسم بتعذيره فشفع فيه وكذلك فعل الحنفي باثنين من أصحاب ابن تيمية ثم قال ولما كان سلخ رجب جمعوا القضاء آخر رجب بقى في نفس السنة دي سبتمائة وخمسة جمعوا القضاء والفقهاء وعقد مجلس بالميدان أيضا وحضر نائب السلطنة أيضا وتبحثوا في أمر العقيدة وسلك معهم المسلك الأول فلما كان بعد أيام ورد مرسوم السلطان سحبة بريدي من الديار المصرية بطلب قاضي القضاء نجم الدين ابن ساسوري وبابن تيمية قال لهم تعالوا لي مصر هنا اتحكموا هنا وفي الكتاب تعرفون ما وقع في سنة ثمان وتسعين في عقيدة ابن تيمية فطلبوا الناس وسألوهم عما جرى لابن تيمية في أيام نقل عنه فيها كلام قاله وأحضروا للقاضي جلال الدين القزوين العقيدة التي كانت أحضرت في زمن قاضي القضاء إمام الدين وتحدثوا مع ملك الأمراء في أن يكاتب في هذا الأمر فأجاب فلما كان ثاني يوم وصل مملوك ملك الأمراء على البريد من مصر وأخبر أن الطلب على ابن تيمية كثير وأن القاضي المالكي قائم في قضيتي قياما عظيما وأخبر بأشياء كثيرة وقعت من الحنبلة في الديار المصرية وأن بعضهم صفع فلما سمع ملك الأمراء بذلك انحلت عزائمه عن المكاتبة وسير شمس الدين بن محمد المهمن دار إلى ابن تيمية وقال له قد رسم مولانا ملك الأمراء بأن تسافر غدا إلى مصر وكذلك راح إلى قاد القضاء فشرعوا في التجهيز وصافر بصحبة ابن تيمية أخواه عبد الله وعبد الرحمن وصافر معهم جماعة من أصحاب ابن تيمية وفي سابع شوال وصل البريد إلى دمشق وأخبر بوصولهم إلى الديار المصرية وأنه عقد لهم مجلس بقلعة مصر الألعهن بحضرة القضاء والفقهاء والعلماء والأمراء فتكلم الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي وادع على ابن تيمية في أمر العقيدة فذكر منها فصولا فشرع ابن تيمية فحمد الله تعالى وأثنى عليه وتكلم بما يقتضي الوعز ابتدأ يتكلم في الوعز فقيل له يا شيخ إن الذي تقوله نحن نعرفه وما لنا حاجة إلى وعزك خش في الموضوع مشايخ مصر حمين مشايخ مصر جايين بقى حمين هو أعايز يعدهم مقدمة طويلة في الوعز والإرشاد وهم كلهم علم كبار قالوا للتها تقوله نحن حفظين أحسن منك خش في الموضوع انت جاي في قضية معينة خش في الموضوع فحمد الله وأثنى عليه وتكلم بما يقتضي الوعز فقيل له يا شيخ إن الذي تقوله نحن نعرفه وما لنا حاجة إلى وعزك وقد الدعي عليك بدعوة شرعية فأجب فأراد أن يعيد التحميد فلم يمكنه من ذلك بل قيل له أجب فتوقف وكرر عليه قول مرارا فلم يزدهم على ذلك شيئا وطال الأمر فعند ذلك حكم القاضي الملك بحبسه وحبس أخويه معه فحبسوه في برج من أبراج القلعة فتردد إليه جماعة من الأمراء فسمع القاضي بذلك فاجتمع بالأمراء وقال يجب عليه التضييق إذا لم يقتل وإلا فقد وجب قتله وثبت كفره فنقلوه إلى الجب بقلعة الجبل يعني تحت الأرض ونقلوا أخويه معه بإهانة وفي سادس عشر ذي القعدة بعد شوال ده بقى الشهر اللي بعد وصل من الديار المصرية قاضي القضاء نجم الدين ابن ساسوري وجلس يوم الجمعة في الشباك الكمالي وحضر القراء والمنشدون وأنشدة التهاني وكان وصل معه كتب ولم يعرضها على نائب السلطنة فلما كان بعد أيام عرضها عليه فرسم ملك الأمراء بقراءتها والعمل بما فيها امتسالا للمراسيم السلطانية وكانوا قد بيّنوا على الحنابلة كلهم بأن يحضروا إلى مقصورة الخطابة بالجامع الأموي بعد الصلاة وحضر القضاء كلهم بالمقصورة وحضر معهم الأمير الكبير ركن الدين بيبرس العلائي وأحضروا تقليد القضاء نجم الدين ابن ساسوري الذي حضر معه من مصر باستمراره على قضاء القضاء وقضاء العسكر ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم وقرأ عقبيه الكتاب الذي وصل على يديه وفيه ما يتعلق بمخالفة ابن تيمية في عقيدته وإلزام الناس بذلك خصوصا الحنابلة والوعيد الشديد عليهم والعزل من المناصب والحبس وأخذ المال والروح لخروجهم بأذي العقيدة عن الملة المحمدية ونسخة الكتاب نحو الكتاب المتقدم وتولى قراءة شمس الدين محمد بن شعاب الدين الموقع وبلغ عنه الناس ابن صبح المؤذن وقرأ بعده تقليد الشيخ برهان الدين بالخطابة وأحضروا بعد القراءة الحنبلة مهنين بين يدي القاضي جمال الدين الملكي بحضور باك القضاء واعترفوا أنهم يعتقدون ما يعتقده محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو قوله أأمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وفي سلخ سفر سنة 709 هجرية سفر ابن تيمية من القاهرة إلى الإسكندري ولم يمكن أحد من جماعته من السفر معه وحبس في برج شرقي البلد في شرقي المدينة الإسكندري وفي سابع شهر سفر سنة 18 ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق التي يفتي بها ابن تيمية وقد أمر بعقد مجلس له بدار السعادة وذلك سنة 720 هجرية اليوم الحادي عشر من جماعة الأولى وحضر القضاء وجماعة من الفقهاء وحضر ابن تيمية وسألوا عن فتوه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه ومنتهى ولا قبل مرسوم السلطان ولا حكم الحكام بمنعه فأنكر فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك فأنكر وصمم على الإنكار فحضر ابن طليس وشهد أنه أفتا لحاما اسمه قمر مسلماني في بستان بن منجة فقيل لابن تيمية اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرها فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها فقال القاد نجم الدين بن السسوري حكمت بحبسك واعتقالك فقال له حكمك باطل لأنك عدوي فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق وفي سنة 227 في سادس من شعبان قادم بريدي من الديار المصرية ومعه مرسوم شريب باعتقال ابن تيمية فاعتقل في قلعة دمشق وكان السبب في اعتقاله وحبسي أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد وإن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل كغيرها كقبر إبراهيم الخليل وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن الفقهاء الشفعية والملكية كتبوا فتية أيضا في ابن تيمية لكونه أول من أحدث هذه المسألة التي لا تصدر إلا ممن في قلبه ضغينة لسيد الأولين والآخرين فكتب عليها الإمام العلامة برهان الدين الفزاري نحو أربعين سطرا بأشياء وأخر القول إنه أفتى بتكفيره ووافق على ذلك الشيخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي وكتب تحت خطه كذلك المالكي وكذلك كتب غيرهم ووقع الاتفاق على تضليله بذلك وتبديعه وزندقته ثم أراد النائب أن يعقد لهم مجلسا ويجمع العلماء والقضاء فرأى أن الأمر يتسع فيه الكلام ولابد من إعلام السلطان بما وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرها فجمع السلطان لها القضاء فلما قرئت عليهم أخذها قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة وكتب عليها القائل بهذه المقالة ضال مبتدع ووفقه على ذلك الحنفي والحنبلي فصار كفره مجمعا عليه ثم كتب كتاب إلى دمشق بما يعتمده نائب السلطان في أمر تعبتم؟ طيب يلا سواب وفي يوم الجمعة عاشر شهر شعبان أصل ليه بقى لأن أتباع ابن تيمية بتوع العصر دي يقولك ده اللي سجنوا الحكام الظلمة في حين اللي سجنوا علماء عصري هم اللي اخذوا بسجنة مش الحكام اللي سجنوا علماء العصر كل علماء عصري اتفقوا أنه ضل مضل وسجنوه لأنه بعضهم قالوا كافر والتانيين قالوا مش كافر لا ده لازم كلامه اللي كفر واحنا اللي نكفر بلازم الكلام فلما اختلف القضاء بينهم وبنبعه قالوا طبس جنوب فهم بيشيعوا الجماعة الديميين أن اللي سجنوا حكام العصر اللي هم الظلمة في حين حكام عصري ما كانوا الظلمة ابن طولون ما كانش ظالس وابن قلوون ما كانوا الظلمة اقرى تاريخهم كانوا محبين للعلماء وكانوا يجلوا العلماء وكانوا ينشئوا المدارس التعليم وكانوا بيعملوا السبيل لإطعام الطعام والفقراء وكانوا أهل خير وفي يوم الجمعة عاشر شهر شعبان اللي هو في نفس السنة بقى دي حضر كتاب السلطان إلى نائب البلد وأمروا أن يقرأوا على السدة في يوم الجمعة فقرئ وكان قارئ الكتاب بدر الدين بن الأعزاز الموقع والمبلغ بن النجيبي المؤذن ما كانش عندهم ميكروفون فكان واحد يقرأ والتاني يبلغ عنه بقية المسجد عشان الكل يسمع ومضمون الكتاب بعد المسبلة أدام الله تعالى نعمه ونوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته التي جهزها بسبب تيمية فوقفنا عليها وعلمنا مضمونها في أمر المذكور وإقدامه على الفتوى بعد تكرير المراصيم الشريفة بمنعه حسب ما حكم به القضاء وأكابر العلماء وعقدنا بهذا السبب مجلسا بين أيدينا الشريفة ورسمنا بقراءة الفتوى على القضاء والعلماء فذكروا جميعا من غير خلف أن الذي أفتى به ابن تيمية في ذلك خطأ مردود عليه وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوى مطلقا وكتبوا خطوطهم بين أيدينا على ظاهر الفتوى المجهزة بنسخة ما كتبه ابن تيمية وقد جهزنا إلى الجانب العالي صي هذه المكتبة فيقف على حكم ما كتب به القضاء الأربعة ويتقدم باعتقال المذكور في قلعة دمشق ويمنع من الفتوى مطلقا ويمنع الناس من الاجتماع به والتردد إليه وتضييقا عليه لجرأته على هذه الفتوى فيحيط به علمك الكريم ولكون اعتماده بحسب ما حكم به لأئمة الأربعة هقول لك بقى حاجة في الآخر كده لأنها كلها بأيدي الصورة هقول لك بسا حاجة كده نختم بيها هنا كتب لك بقى إيه صور الحاجات دي كلها اللي هي محفوظة في الأرشيف موجودة يعني اللي هي حاجات تاريخية كي يبقى لك مصورة لك علشان ما تبقاش الحكاية يعني كده لا أصلي دي ما حضر جلسة قضاء فكانوا بيحفظوا الحاجات دي كلها محفوظة شوف يا سيد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه في ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة الجزء الأول صفحة 144 انتقاد العلماء له وإني أنقل بعض ما ذكره قال أول ما أنكر وقام عليه العلماء سنة 698 بسبب المسألة الحموية ثم طلب إلى مصر سنة 705 وحبس بها ثم نقل منها سنة 709 إلى الإسكندرية عقيدة زي العقيدة الوسطية وزي التدمورية ثم أعيد إلى القاهرة ثم أرجع إلى الإسكندرية ثم أفرج عنه سنة 712 ورجع إلى الشام وقد عقد له مجلس في التاريخ الأول سئل فيه عن عقيدته فأمل منها شيئا ثم أحضروا عقيدته الواسطية فقرئ شيء منها وبحثوا في مواضع منها ثم اجتمعوا بعد أيام وقرروا الصفي الهندي لمناظرته ثم أخروه وقدموا الكمال الزملكاني ثم انفصل الأمر على أنه أشهد على نفسه أنه شافعي المعتقد فأشع أتباعه أنه انتصر فغاضب خصومه ورفعوا واحدا منهم إلى القاضي جلال الدين القزويني فعذره وكذلك فعل القاضي الحنفي بسنين من أتباعه ثم قاموا عليه في سنة 719 بسبب مسألة الطلاق وأكد عليه المنع من الفتية ثم عقد له مجلس سنة 720 ثم حبس بقلعة دمشق ثم أخرج سنة 721 ثم قاموا عليه سنة 726 بسبب مسألة الزيارة وحبس بالقلعة إلى أن مات سنة 728 ونسبوه إلى التكسيم لما ذكره في عقيدته الحموية والواسطية وغيرهما في ذلك كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى وأنه مستوين على العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقصام فقال إن لا أنا لا أسلم أن التحيز والانقصام من خواص الأجسام فألزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله تعالى وخطأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطأ أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعا خالف نص الكتاب ونسبوه إلى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه قال على سيدنا علي ولقوله أيضا فيه على سيدنا علي بن أبي طالب إنه كان مخذولا حيثما توده وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة كل ده ألف حكس بن علي في كتاب منهج السنة ولقوله أيضا أنه كان يحب الرياسة ولقوله أيضا فيه أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول وبكلامه في خطبة علي رضي الله عنه بنت أبي جهل ومات وما نسيها وقال إن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يحب المال ونسبوه إلى الزندقة لقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ونسبه قوم إلى السعي في الإمامة الكبرى لأنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه وكان إذا حوقك وألزم إذا حوقك وألزم يقول لم أرد هذا وإنما أردت كذا فيذكر احتمالا بعيدا انتهى ملخصا آخر حاجة بقى آخر حاجة أنتوا إيه اللي جابكوا النهاردة دي كلها بقى ثور المرسومات شوف يا سيدي آخر حتة بقى دي آخر رسالة خمس دقائق استبر جميل بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نص كلام الحافظ العلائي شيخ الحافظ زين الدين العراقي وغيره من حفاظ الحديث الحافظ زين الدين العراقي ده شيخ ابن حجر وده بقى كلام شيخ الحافظ شيخ شيخ ابن حجر اللي هو الحافظ العلائي شيخ الحافظ زين الدين العراقي وغيره من حفاظ الحديث منقول من مخطوطة كتاب زخائر القصر في تراجب نبلاء العصر لابن طلون من صحيفة 32 و33 يذكر فيه ضلالات ابن تيمية التي شذ فيها عن أهل الحق في أصول العقيدة والفروع فيقول بيعدلك بس الضلالات اللي قالها ده بس مجرد عد للضلالات ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية في الأصول والفروع فمنها ما خالف فيها الإجماع ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب فمن ذلك يمين الطلاق فقال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين اللي هو الطلاق المعلق يعني ولم يقل قبله بالكفار أحد من المسلمين البتة ودام إفتاؤه بذلك زمانا طويلا وعظم الخطم ووقع في تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء وإن طلاق الحائض لا يقع وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته وإن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وإن من خالفه فقد كفر ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقا كثيرا من الناس فيه وإن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مباح لها كل دي فتاوى بتاعته في الفقه يبتدي لك أول فتاوى في الفقه اللي هي خالف فيها الإجماع وإن المكوس حلال لمن أقطعها وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها وإن المائعات لا تنجس بموت الفقر ونحوها فيها وإن الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلده فمنعته منه سئل عن رجل قدم فراشا لأمير فتجنب بالليل في السفر ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبش بالتيمم وهو قادر على الغسل دي مسألة بردو سئل فيها فأفت خلاف العالي الفتو وسئل عن شرط الواقف فقال غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام ولا يحضر درسا على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها معادا يوم السلثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفت به ومن المسائل المنفرد بها في الأصول كل اللي فدها كان في الفروع الأصول مسألة الحسن والقبح الحسن والقبح التي يعول بها المعتزلة فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال وأما مقالاته في أصول الدين فمنها قوله إن الله سبحانه محل الحوادث تعالى الله عما يقول علوا كبير وإنه مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء وإن القرآن محدث في ذاته تعالى وإن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار سبحانه ما أحلمه ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود وصرح في بعض تصنيفه بأن الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر تعالى الله عن ذلك وصنف جزءا في أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنة وأنه لا يحيط بالتناهي وهي التي زلق فيها الإمام ومنها أن الأنبياء غير معصومين وأن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا ويكون مخطئا وصنف في ذلك عدة أوراق وإن إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم معصية لا يقصر فيها الصلاة وبالغ في ذلك ولم يقل به أحد من المسلمين قبله وإن عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبد حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه ومن إفراده أيضا أن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما بل هي باقية على ما أنزلت وإنما وقع التحريف في تأولها وله فيه مصنف آخر ما رأيت واستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلا عن اعتقاده انتهى والله أعلم قول كتابة كفاء عليك وكفاء عليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم ارحم أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة